قال الرئيس الكوري يون سوكيول إن قمة كام ديفيد الأخيرة ساهمت في إطفاء الطابع المؤسسي على نظام التعاون الشامل بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان وتعزيزه جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقده الرئيس يون اليوم الاثنين حيث أكد أن قمة كام ديفيد فتحت عهدا جديدا للتعاون بين الدول الثلاث وأعرب عن اعتقاده بأنه سيتم توسيع نطاق التعاون بين الدول الثلاث والذي كان مقتصرا على منطقة شبه الجزيرة الكورية ليشمل إنشاء نظام الحرية والسلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ كما أكد أنه سيتم توسيع نطاق التعاون الثلاثي ليشمل المجالات السيبرانية والاقتصادية والتكنولوجية والتنموية والصحية وشؤون المرأة وتبادل الشخصيات بالإضافة إلى المجالات الأمنية وشدد الرئيس يون على أن التعاون بين سيول وواشنطن وتوكيو سيسهم في تقليل مخاطر الاستفزازات من قبل كوريا الشمالية وتعزيز الأمن في كوريا الجنوبية وقال إن الدول الثلاث اتفقت على إنشاء نظام للإنذار المبكر بشأن المعلومات عن صواريخ كوريا الشمالية وإجراء تدريبات عسكرية دفاعية منتظمة بين الدول الثلاث ومراقبة أنشطة كوريا الشمالية السيبرانية غير القانونية والتي تعد مصدر تمويل لبرامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية وعقد الرئيس الكوري يون سوكيو القمة مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على هامش قمة كامب ديفيد الثلاثية في الولايات المتحدة وقال المكتب الرئاسي يوم الجمعة الماضي إن الزعيمين الكوري والياباني رحب بعقد القمة بينهم على هامش قمة كامب ديفيد ترجمة نانسي قنقر